تتجلل مأساة الإنسانية في البلاد بصورة أكبر يوماً بعد آخر في ظل استمرار الحروب وغياب أي فرص للوصول إلى اتفاق دائم بين الحكومة الشرعية وميليشي الحوثي مكتب تنسيق شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إن الأزمة الإنسانية في البلاد باتت أسوأ من أي وقت مضى بسبب تزايد أعداد السكان المعتمدين على المساعدات الإنسانية في وقت تعاني فيه المنظمات الإنسانية من نقص حاد في التمويل الوكالة الأممية أشارت إلى أن انتشار وباء كوفيد-19 والصراع المستمرة وانهيار الاقتصاد شكلت مجموعة العوامل التي ضاعفت من حجم المأساة الإنسانية وبحسب التقرير الأممي تقول الوكالة إن أكثر من 14 مليون مواطن باتوا بحاجة شديدة للمساعدات إلا أن نقص التمويل يهدد بتوقف الخدمات خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتي تهدف لمكافحة انتشار الأوبئة التي تفشت خلال الأعوام الماضية يعرج التقرير الأممي إلى اعتبار أن أزمة الوقود الناتجة عن الخلاف الدائر بين الحكومة الشرعية وميليشي الحوثي تسببت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضخم تكاليف المياه والنقل وهو أمر امتد أثره إلى برنامج المساعدات الإنسانية متسببا في تعليق وتقليص بعضها لكن أبرز ما أشار له التقرير هو تضاعف عدد الغارات الجوية من 44 غارة في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 88 غارة في الربع الثاني رغم إعلان السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد وأمام كارثية الوضع لإنسان الذي تعيشه البلاد يرى التقرير الأمم أن البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة لمواجهة ذلك في ظل الانخفاض الكبير الذي يعانيه صندوق التمويل الإنساني في اليمن